رجعنا لكم مرة تانية والحقيقة عندنا موضوع مهم جدا وهو عن التوتر التوتر الحقيقة سمى من أيامنا كلنا كل يوم عندنا حالة من التوتر في مواجهة مشاكل الحياة ولكن كل شخص بيختلف ازاي بيتعامل وبيتفاعل مع مشاكل الحياة وازمتها اللي بتيجي على الصبح او على بعض الظهر في فوش وكده وبيتقول ازاي نقدر ان احنا نتعامل مع الازمات دي كل التب بيقولك انه كل شخص بيحدد مدى تأثره بالمشكلة اللي بتوجهه يعني مش شرط المشكلة تكون سبب انهيارك النفسي ولكن حضرتك اللي بتقرر المشكلة دي هتأثر فيك نفسيا ازاي بخصوص هذا الموضوع معانا دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي صباح الخير دكتور جمال وكل سواء حركتين وانت طيبة ومصر كلها طيبة يا رب اهلا بيك يا دكتور منوارنا جدا انا احنا لما نتكلم عن نفسية دايما نقول له حركة النفسية بعافية نفسية محتاجة اسكندرية فعلا يعني فنتكلم النهاردة عن المناعة النفسية اوقات كده لما بنجيب الأطباء يقول لي بص خد الفيتامينات دي دي تديك مناعة وكل ما عرفش الجرجير وكل مش عارف الخضروات عشان يديكوا مناعة عشان الكورونا وحاجات كده يعني مناعة نفسية لفظ المناعة النفسية ده اول مرة اتكلم فيه واحد كان الماني اسمه كهلر سنة 1980 الراجل ده اتكلم قال لك يا اخوانا فيه حاجة اسمها المناعة النفسية العصبية انا لما بنتعرض لأي مرض او اي اضطراب كل ما بتكون عندك مناعة بتقلل نسبة هذا الاضطراب بنسبة 70% تمام كل ما تكون منعتك قليلة يعني منعتك قليلة انا متوتر جامد او مكتائب جامد السيروتونين لما بيقل او الدوبامين بيقل معناه النور قدنين بيعلى في المخ ده بيديني مؤشر ان هذا الاضطراب او المرض اللي داخل علي او الفيروس اللي داخل علي او المرض العضو اللي داخل علي هيزيد بنسبة 70% عن الطبيعي للانسان اللي غير مضطرب نفسي نسبة طبعا قوية جدا يا طب يعني يعني انا في المناعة العادية في حاجات بخدها عشان تديني وقاية او تديني مناعة ايه اللي في النفسية عملوه يعني بس يا فندم يعني احنا الناس دايما مش فهم كلمة ده النفسية الناس فهم النفسية انا زعلان انا متدايق الموضوع عضوي الموضوع احنا فيه مالعة طبعا يا ما قلنا كتير برضو اللي روح للدكتور النفسي بقى مجنون يعني كلمة مجنون مش موجودة عندي في الطب النفسي يعني انا هات اي كتاب طب نفسي فيه توصفات الامراض النفسية لفظ مجنون ده لفظ مجورد ليس لها معنى عندي معلش لو تسمحولي كلمة مجنون اللي يروح للدكتور نفسي دي كلمة ليها علاقة فقط بالجهل بالعلم جهل بالعلم الطب النفسي ده طب وعلم وده فعلا فعلا الناس كتير جدا برا مصر بتتبع جلسات اسبوعية تبع شركات التأمين بيدفعها ليه الطب النفسي لا هو التأمين برا في امريكا مانع الطب النفسي لا لا في كندا شركات الديفون في امريكا ما فيش طب نفسي طبعا ولكن انا فيه ناس معايا سيشنز مثلا من الولايات المتحدة الامريكية اونلاين كل اسبوعين بيكون موجودين معايا انا هتكلم في نقطة الناس لازم تهرفها كويس قوي المرض النفسي مرض عضو في المخ انا عندي علبة فيها حاجة اسمها النواق العصبية السألة ما زدها النواق العصبية دي بباساتها جديدة للناس كلها حجمها سابت الحجم التوتل سابت فهنا لو زاد واحد فيهم قصاده لازم واحد ايه يقل عشان الحجم يقعد سابت احنا لما بنيجي نتعرض لاي فجوة نفسية الاكتئاب انا عندي السيروتونين بيقل الفصام انا عندي الدوبامين بيعلى قوي التوتر عند النور ادرنالين مشكلة النور ادرنالين ده مادة قابضة الععوية الدموية بتقفل الععوية الدموية في الجسم كلها لما انا بتعرض لاي موقف في طارق مش بها لا ايد ساعد شفيف نشفت وريق نشف وزغللت ومصدع ضربات قلبي زادت مادتي عمالة تضرب علي القولون موقف ضغط ده نتيجة ايه النور ادرنالين فهنا النور ادرنالين ده بيقلل المناعة لو اي فيروس جاي لي اي لخض الله ورد ورم ولا حاجة لا بيزيد معايا ايه ده يعني طب السؤال هنا يا دكتور هي المناعة النفسية ممكن تمنع عني امراض جسدية طبعا يعني النفس ده ليه علاقة بالكبد وبالكلة وبالقلب والحاجات دي ببساطة جديدة مع النور ادرنالين ده لما بيزيد نتيجة التوتر هو قفل العوعية ده وهي المغزية للانسجة فبنت الانسجة دي خلاص متعرية لأي فيروس داخل لأي ورم داخل كل النهاردة في علاج الاورام صحيح لسا كنتقول العكس صحيح 50% من العلاج لأي أورام الحالة النفسية الحالة النفسية مزبوط كل ما تدي له علاج نفسي النهاردة مريض القلب المفتوح البروتوكول بتاعه ايه اللي احنا احنا بنمشي ايه هنا بره العلم شوية هنا بروتوكول أي مريض قلب مفتوح يقولك مريض القلب مفتوح قبل ما يدخل العمليات ثلاث شهور علاج نفسي ثلاث شهور علاج نفسي فين ده يا دكتور ده احنا هنا بيعدي على الدكتور يقوله يدخل موح اللي معيدك لغد دلوقتي خدوه على العمليات انت لغد عمليات دلوقتي وبعدها ثلاث شهور متابعة ليه؟ ما ده الفرق بين الثقافات الناس ما احنا فيه 50 سنة حضرية ليه؟ هم الحت دي واخدينها يقولك المريض ده واحد في المية من اللي بيدخله عمليات القلب المفتوح ممكن يحصل له حاجة يسمى كورسيكوف سندروم ايه ده بيموت من الخوف يعني؟ لا يا فندم نتيجة ان العملية ده بتاخد وقت طويل جدا في التخدير فبيأثر على الخلايا المخ فبيأثر بيعمل حاجة يسمى كورسيكوف سندروم انه بيعمل نوع من نسيان آه فانت بتعوضها وفيتامين به طب يقولك انت لما بتعمله التأهيل النفسي من قبلها وهو واسرته بيبقى هنا عارف ايه اللي هيحصل له والمتوقع والاسرة المتوقعة فبتعيش في الدور اللي هتدخله بعد العملية فبتبر الامور اخفة كتير احنا بنمشي بالعلم انا اول مرة اسمع الكلام ده من حضرتك احنا ديك معلومتين ايه معلومتين طالعين من الجامعية احنا فلاصر على طول يعني من الامراض النفسية 2019 اخر مرة حضرنا المؤتمر انه عشرين وواحد وعشرين كان اونلاين فما حضر يعني ما سافرناش لكن كان 19 في فولوريدا قالوا ايه سبعين في المية من مرضى القولون العصبي حالات نفسية اه فترة الصباحية فترة مسائية واعمل لهم سيرش اربعين في المية منهم دي حالات قريديا حالات نفسية فقط والقلب عندهم قريديا سليم انا انا فعلا يعني كنت لسه بسمع عن حد واه وتعبتوا الحقوني وادوني لقرب مستشفى وراح فحصات كاملة ما عندكش حاجة ونزل على رجليه بعد كده وروح قال لهم انا خلاص هي الحالة النفسية احنا مشكلتنا بنجهل دايما العنصر النفسي سواء في الرياضة في السياسة في الفن في الاعلام في المدرسة في التربية العنصر النفسي عنصر رئيسي في حياتنا ومش مكلف صحيح هناك كلمتنا عن معنى المناعة النفسية في ملامح عن نقص يعني نقص المناعة النفسية عند الاشخاص ازاي ممكن اعرف ان عندي مناعة نفسية كويسة ولا بعافية شوي هبدأ اقول لك بعافية تركيزي بتادي يقل تركيزي وانا بتكلم مع الناس بتادي مش نزبوط كلامي بتادي يقل الشغف للحياة في كل شيء بتادي يقل عايزة سافر ماليش تعالى نخرج نصهر برا ماليش تعالى النهاردة نتعشى مش عارفين مش عايز طب تعالى نتحرك مش عارفين الكسر بقى والمشوار والشوارع اول ما الانسان يبدأ يفقد الشغف تعرفي ان هنا في مشكلة نفسية الحركة بتادي يقل شوية الكلام بتاعه بتادي يقل شوية وهو بيتكلم معاكي رد الفعل بتاعه ابطأ احنا كبار السن بيحصل معهم كده يا دكتور انا بتكلم في شاب النهاردة عشرين لغاية اربعين سنة اه يعاني من مشكلة نفسية وده اكتئاب اكتر اعراض اكتئاب ولكن نقص المناعة كمان ممكن يجي من حاجة تانية وصححني حركة ممكن يجي من البحث عن الكمال الواحد عايز يفضل يلاقي نفسه ايه احسن حاجة احسن فبيبقى عنده توتر دي شخصية شخصية وسوسية شخصية وسوسية دائما تبحث عن الكمال في كل شيء مهما عاططيله لا انا لسه ما وصلت محاقتش اللي انا عايزه لانه هو دائما شاعر ان في حاجة ناصة عنده مش عنده عند الاخري اه دي شخصية اذنك معنا ماريام من اه ميري ميري من اسكندريا استاذة ميري اهلا بيكي صباح الفلد وانت طيبة اه ونصح حبيبي انا عندي في البيت ماليد نفسي ونزيل المستشفى دخل المستشفى عبليكيله اكتر من مرة عنده كم سنة؟ اين وستين ايه المشكلة اللي بيعاني منها؟ هو من تعرفش واساسا انا بيبقى عنده اكتئاب التأمين السحي بيدوله عبرة كل شهر بيدرب على الاكل فالتأمين السحي بيدوله عبرة كل شهر فبياكل فامراضه بتقفل عليه بليومين والتلاتة سامعني يا صاح؟ اه سامح حضرتك يعني تم تصنيفه من الدكاترة هناك ان هو عنده اكتئاب؟ اه هو مريض نفسي ودخل المستشفى الامراض مش هايزة اقول المعمورة فقعد فيها شهور فهي بتقفل عليه بليومين والتلاتة هل ده يبقى فيه عندنا فيه خطور علينا؟ وصل سؤال حضرتك انا شو مع دكتور نحو؟ استاذينا كدكر اخذ السؤال التاني بالمار معينا استاذة ماريام استاذة ماريام من سهاجة اهلا بيك انا شو معينا اه ساذة ماريام اه سمعينا من التليفون بس بعيدة عن التليفزيون لو سمحتك تمامي مع حضرتك ما نسمعكم اتوصل مع الدكتور؟ ايو تفضلي سؤالك اتفضلي سؤالك اتفضلي بسؤال حضرتك اتفضلي قولهم ان وارد يعني عنده ماريض اورام بس النفسية يعني تساعدين سويا ازاي ممكن اصرته تساعده؟ شكرا شكرا والف سلام علي هنبدأ بالسؤال التاني الدعم نفس الماريض الاورام احنا كلنا نبقى جنبه ماريض الاورام مشكلته ان هو بيبقى الصورة في ذهنه ان انا اندينج انا خلاص داخل في وفاة الموضوع مش كده الموضوع كل ما بزود الدعم النفس لي اقرب منه اهله يزوروه الناس اللي بتحبه تزوره يروح لاماكن الدينية يتبرج بيها يخرج لاماكن مفتوحة اماكن مفتوحة مهمة جده انا سهاج يروح عن نيل يروح اجنينا يروح ارض زراعية كل ما تخرجيه كتير وتتكلمه معاه وناس بتحبه تتكلم معاه كل ما ده تخياله بيزود دفع الدم للمكان المصاب بيقلل من تدهور الحالة وده كلام علمي مش كلامي كده ان احنا كلام مطلق لا ده كلام علمي ده فيه حالات مشوها على العلاج النفسي فقط وجابت نتاج فوق تسعين في المية فالدعم النفسي بالنسباله من اهله طبعا لو قلينا محتاجين مضاد اكتئاب لا مانع محتاجين حاجات زبط النوم لا مانع مسكنات للقلم كويسة بدون ادمان لا مانع كل ده بنحط في الطريق ولكن الاساس وجود الناس اللي بيحبهم في الاماكن المفتوحة اللي بيحبها طيب ازاي ممكن ازود المناعة النفسية عندي كلما تعمل اللي انت بتحبيه انا معرفش حضرت الكريسينا بتحب ايه معرفش حاجة بيحب ايه معرفش جمال بيحب ايه كل واحد هو بيحب حاجة مع ظروف الحياة دي حاجة بتبقى صعبة جدا لا يا فندم انت عارفة مع ظروف الحياة بحب بروح البحر بحب بعيش على البحر مكلف مش مكلف جدا كل حاجة قد تكون مكلفة وخد تكون مش مكلفة بيها بديل بمطروع اقل يعني لما بقولك مثلا في نظرية بتقولك ان كلما بتروح مكان مفتوح في زرع في جنينة صورة يعني زي الزرع اللي ورد كريسينا ده ده مجرد حاجات هيكلية ومع ذلك مجرد العين بتبصرها بيزود السيروترين يزود السيروترين عندي يقلل الدوبامين تخيالي مجرد صورة فدي حاجة النهاردة الناس لما يقولك انت ساكن في القرية لما تقعد على الأرض الزراعية لما تروح تقعد مثل قدام صورة لما تقعد مع حد انت بتحبه تكلم في تليفون حد بتحبه كل ده بيزود لك المناعة بعكس بقى ممكن اكلم واحد يعني بعزه كده اقول له معنش عشان ازود المناعة سدانة هي ده كده صح غير لما ادخل بقى على الفيسبوك واعود ازود المناعة ودور على التشاؤل ودور على الناس اللي عملتهم معلومات غلط ومش وراها واكتائب وراها ما دي برضو بس دكتور كمان اعتقد انه ده كفاية ولكن مش كفاية في مواجهة ازمات ومشاكل الحياة يعني انا لما يكون عندي مشكلة مش هفكر دلوقتي انا بص في صورة حلوة او اطلع اعود في ازاي اقدر احل المشكلة المشكلة النهاردة وصلة لايه انا بكلمك لو المشكلة في الحد الادنى لكن افرد المشكلة في الحد الاقصى بتاعي اطرابات نوم اطرابات اكل طب يا دكتور كان فيه سؤال مادام ميري مسكندرية كان بتقول لحضرتك ان فيه ينشخ 62 سنة وعنده مشاكل نفسية نفسية اه وبيحبسوه بصوا المريض النفسي ده غالبا المريض العقلي المريض العقلي انت متعرفش بكرة مش بكرة بعد نص ساعة هو ممكن يفكر فيه دائما المريض العقلي عنده شعور ده المرض ان كريستينا عايزة تأزيني سحابه يتكلم علي فلان كذا تخيل انت لما بتعدد دي ان انت تقفل عليه بمفاتيح وده مش معناه ان انا بقولك لا اسميلي الشارع ما برضه هما اقفلوا من ان هما شايفوا مشاكل لما بيخرج او بيسبور الباب مفتوح هنا بنقول اهم حاجة تثبيت الدول انت عندك ادوية للامراض العقلية نزلت فلودنج ورا بعض يعني الغرب انتج والشرق انتج وانجلترا انتجت ومش حايف مين انتج فكله نزل ورا بعض لأ نتاجه اختلفت تماما فلا مانا ان احنا ندقوا مع السن الكبير ده 62 سنة اللي هما في سننا دول معهم الجرعات تبقى كويسة اوي هيفيدوا اوي انا كل اللي يهمني تقول ان هو بياخد حواءنا تعليبا ما هي الحواءنا دي غالبا يعني انواع معينة من مضادات الزهان بتاخد كل شهر يعني الحواءنا دي مثلا نزلها حواء بديلة اه فرق السعر كبير اوي بصراحة مثلا ثمانين مرة يعني السيلة دي سين دي ثمانين سين ولكن لا بتفرم مع المريض دي في الاكتيفتي بتاعته وفي الفيدباك بتاعه في الاخر في ادوية نزلت بتشتغل الف وربو اميط مرة عالدوبامين لما المرضى العقليين يعني بتحسنه صورة سريعة جدا دكتور جمال معينا مريم من القاهرة مريم صباح الخير سؤالك سريعا نتفضل اه انا معي اتنية عنده 12 ساعة دلوقتي اه بقاله من سنة يعني هو كان قولة تدائي من ست سنين دايما عنده صدعه ترجيع دايما عنده ايه فاندم صدعه ترجيع على طول يعني في الاسبوع مثلا ممكن مرتين ما بيخفش اذا لو خذ مركن وديتين دكتور الاطفال واتكشفت كل حاجة في الحقيقة على عنيه ودانه ومخه وكل حاجة ومعدته قالك ايه ما فيش حاجة في مشاكل في البيت يا فاندم ما فيش مشاكل عادي احنا بنعمله كويس وما فيش حاجة معي انتو بابا في المدرسة حد بدايه لا لا خالد اخواته في حد بيتقارنوه مع اخواته مع اولاد عمه وولاد خالته لا مش بنعمل حاجة بس هو ما قالو لك شيف له يعني بدي البكتور نفسي طب يا مريم هو دلوقتي لما بيقعد في العادي وما بيرجعش وكويس بيهزر وبيضحك ويتنطط ويلعب زي العيال لا لا بيعمل كل حاجة هو أساسا شقي جدا يعني وبيحب يخرج مع أصحابه وكل حاجة طب النوبات بتاع ممكن ينام ويقوم السبح الوحيد ومصدع من غير اي حاجة النوم بتاعه كويس النوبات دي بتيجي هل فيه اي مؤشرات بتقولك ان النوبة دي جاية النهاردة او جاية بكرة لا لا ولا اي حاجة ده فاجأة كده طب وصفينه الخير بتاعه بيجي ازاي يا فاندم؟ بيجي ازاي الاول او ساعات ترجيع الاول بيجي ازاي يا فاندم؟ صدع الاول او ترجيع الاول طيب عمل راسم مخي استكل؟ اه عملنا راسم مخي واشقامك طيب عملت لا راسم مخي يا فاندم ممتد؟ ست ساعات؟ اه اه اربع ساعات عملت موجود مع حضرتك ومفوش حاجة؟ مفوش حاجة لا تمام حاضر ده يا بص يا فاندم احنا دايما لو تلاحز انا بس دايما على الاسباب العضوية وفي اي حالة نستبعد الاول الاسباب العضوية عشان ما نتكلمش في اي حاجة نفسية طول ما احنا حاسين الاولا واحد في المئة فيه مشكلة عضوية ده اي دكتور حتى اللي زمينا دايما بندى للطلبة دراسته علية نقول له من كلمة دي ركز مع الحاجة العضوية بغاية لما استنفذها بعد كده افكر في النفسية خلاص مفيش حاجة نفسية بفكر هنا الولد ده ايه اللي بيخليها من كده؟ هل لفت اللي انتباه بيدعوه الى ذلك؟ كنوع من انا بيخليهم يتلموا محاولية بيحبوني او احس بمحبتهم؟ وارد هل الولد ده بيعمل كده كنوع من الهروب من مشكلة معينة؟ وارد فلازم هنا خلاص طالما عضويا ما فيش وعملنا رسم المخ الممتد وطمننا انه ما فيش اي مشكلة في المخ الستين ما فيش حاجة يبا الولد لازم يتعاد مع الوحده بعيدة عن الاب والام بيبا فيه هنا احيانا هابت عادة تعودها ان دي اللي بتجمع عصرته علي انا حاس ان المحتاج حنان او عاطفه هتقول لي ما احنا بنعطفه او انتباه او انتباه الاطفال بتبقى عايز انتباه عايز انتباه شوية فبنجأ لهذه الحيلة المرضية اللاشعورية غزبا عني وبروح لها دوار قيء مغص الام الازن كل ده بتبقى احيانا مؤشر على حرمان عاطفي للطفل وهما مش واخدين بقى لهم هل الطفل محتاج يروح يتجه للطب النفسي ولا ممكن ناس تابع المشورة او ناس تابع شخص حكيم في العيلة او ايا كان نبدأ دائما بالمشورة مع الاسرة هي الاولى يعني دائما نقول للأب اولى مني قرم منك اتكلم معه احنا مشكلتنا كلها لما يجيلك يعني لما عمل لي الكلاس مبقين اللي عادة عندي هلقى سبعين في المية من المرضى النفسيين اللي بيترددوا مع عمار مختلفة مشكلتهم كلها مع الاب والام في التربية وهم عملهم خمسين سنة ستين سنة أربعين سنة عشرين سنة الاب والام في العلاقة معهم احيانا احنا كاب وامة ما بنباش فهمين علاقة صحة انا كاب اللي هي فكر معين وشايف ان الفكر ده صح من وجهة نظري فعايز اطبعه على ولادي وده مخالف لوجهة نظرهم وامة احيان بحرجهم احيان بسخر منهم وانا مش واخد بالي احيان بسفه من كلامهم وانا مش واخد بالي احيان بقارنهم مع ولاد عمو وولاد خليتهم وانا مش واخد بالي احيانا ان انا البنت تقول له ماها سر وانا السر صغير وفاجأ ان الاسرة كلها عرفها تفتد الثقة اكيد انتهت حقيقة باختصار شديد احنا بنتكلم النهاردة عن التوتر وبنتكلم النهاردة عن المناعة النفسية اعرف ان اي مشكلة هتواجهها هتعدي زي ما البابا سنود قال كله بيعدي دي النمرة واحد تاني حاجة اعرف انه هتلاقي مخرج للمشكلة دي يعني هتلاقيه وغيرك كتير كان في مشكلة مشابهة ووقف وقف جامد ووقف قادر وقدر ان هو يعدي المشكلة دي فبدل من انهار علشان يكون عندنا مناعة نفسية قوية من فضلك ما تقولش ان نفسك كلام سلبي بالعكس تشجع نفسك واعرف ان المشكلة دي فعلا هتعدي وان انت قادر تعديها زي ما غيرك عداها لان ما فيش مشاكل الحقيقة ما بتخلص شكرا جزيلا دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي على وجودك معنا على وقت حراك للبرنامج نورتنا يا دكتور شكرك جدا وشكركوا مشاهدين على متابعتكم لينا في حلقتنا النهاردة ان شاء الله نكون معاكم بكرة وحلقة جديدة وصباح النور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة